ما بعد أيها الإخوة الكرام هذا رمضان قد بدأ يطوي بساطة وقد تصرمت أيامه وقد أقبلت علينا عشر روى البخاري عنها قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخلت العشر شد المئزر وأيقظ أهله واجتهد صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلوات رب وسلامه عليه يجتهد في العبادة طوال أيام العام فإذا دخل شهر رمضان زاد من اجتهاده فإذا دخلت العشر علم أنها هي أفضل ليال في خلال العام فاجتهد صلى الله عليه وسلم أكثر مما كان يجتهد في غيرها فكان يزيد فيما يتعلق بصلاته وتسبيحه وذكره وتلاوته للقرآن وكان يوقظ أهله كما قالت عائشة كان يوقظ أهله للصلاة مع أنه كان يوقظهم في غيرها من الليالي كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل الليل في بيتها تعني في غير رمضان تقول وأنا نائمة معترضة أمامه قالت فإذا أراد أن يتر غمزني فقمت يعني يوقظها لأجل أن تصلي آخر الليل هذا فعله عليه الصلاة والسلام في ليالي السنة كلها لكنه إذا دخل رمضان أيقظ أهله وشد المئزرة واجتهد في العبادة عليه الصلاة والسلام خلال هذه العشر الأواخر هذه العشر الأواخر فضله الله تعالى على جميع ليالي رمضان وبالتالي هي أفضل من جميع ليالي السنة ففيها ليلة القدر التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبه مع قوله عن بقية ليالي رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبه ثم خص ليلة القدر بهذا الحديث وهذه الليلة العظيمة خصها الله تعالى بأن أنزل فيها القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر خير من عبادتي أكثر من ثمانين سنة خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فمن أراد أن يحوز الرضا والمغفرة ويصيبه ما يتعلق بأحسان الله تعالى وفضله وكرمه ونزول الملائكة فعليه أن يتعبد لله في هذه العشر ولم يحدد العلماء جزما أي ليلة تكون ليلة القدر فقال بعضهم كما جاء فيها حاديث إنها خلال العشر كلها وقد تكون في الليالي الزوجية أو الفردية وقال بعضهم بل هي في الليالي الفردية منها فقد تكون في ليلة الواحد والعشرين أو الثالث والعشرين أو الخامس والعشرين أو السابع والعشرين أو التاسع والعشرين وقال بعضهم بل هي ليلة الخامس والعشرين وقيل بل هي السابع والعشرين فاختلف أهل العلم في تحديدها وإن كان أكثرهم أشار كما في حديث كما في أثر عن ابن عباس أنها في السابع والعشرين لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد طوال هذه الليالي رجاء أن تكون عبادته في الليلة التي هي ليلة القدر وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأولى من هذا الشهر ثم في السنة التي بعدها اعتكف العشر الوسطى من هذا الشهر فلما كانت الليلة الأخيرة من هذه العشر الوسطى نزل إليه جبريل عليه السلام وقال للنبي عليه الصلاة والسلام إن الذي تطلبه أمامك الليلة التي اعتكفت هذه العشر الوسطى لأجل أن تصيبها واعتكفت العشر الأول في السنة التي قبلها لأجل أن تصيبها إنك لم تصيبها لا في العام الماضي ولا هذا العام إنها أمامك يعني ليلة القدر فاعتكف النبي عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر رجاء أن يصيب فضل هذه الليلة وهذه العشر أيها الإخوة الكرام يتعبد العبد لله تعالى فيها بأنواع العبادة زد في تلاوة القرآن إن كنت تتلو خلال الشهر جزءا واحدا أو جزئين أو ثلاثة في اليوم فزد في هذه العشر إن كنت تسبح الله تعالى وقتا فزد في هذه العشر إن كنت تجنبت شيئا مما يقدح في صومك فتجنب أكثر في هذه العشر فإن الخيلة إذا اقتربت من نهاية مضمار السباق أخرجت كل ما عندها من قوة لتسبق غيرها أنت الآن رمضان يقبض بساطه ويقوض أيامه فاحرص على استثمار هذه العشر وكان النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على استثمار العشر يعتكف في المسجد والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه من شدة حرصه لا يخرج من المسجد أبدا خلال هذه العشر والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر مكفرات الخطايا في حديث آخر قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة إذا صلى المرء صلاة الظهر ثم قعد في المسجد ينتظر صلاة العصر فهذا من مكفرات الخطايا أو لو صلى المغرب ثم قعد في المسجد ينتظر أن يصلي العشاء فهذا من مكفرات الخطايا فما بالك بمن يقعد في المسجد أياما ينتظر صلاة بعد صلاة وقد روى ابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما توطن رجل مسلم المسجد يتعبد لله تعالى فيه إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم يفرح الله تعالى به ويسبع دعاءه ويجيب نداءه ولذلك أيها الإخوة الكرام من أميز العبادات خلال هذه العشر الاعتكاف وعندما نقول الاعتكاف نعلم أنه من سنة أبينا إبراهيم عليه السلام فإن الله تعالى لما أمر إبراهيم وإسماعيل عليه السلام ببناء البيت الحرام قال الله جل وعلا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين طهر بيتي للطائفين والعاكفين وجاء الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام وهم يفعلون سنة الاعتكاف فهي سنة أبيهم إبراهيم وكانوا في الجاهلية يعلمون أنها من بقايا سنة إبراهيم فقد قال ففي البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني نذرت وأنا في الجاهلية أن أعتكف في المسجد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بندرك واعتكف النبي عليه الصلاة والسلام منذ هاجر إلى المدينة إلى أن مات لبث ثلاث عشرة سنة في المدينة لم يفوت الاعتكاف سنة واحدة صلوات ربي وسلامه عليه يقول الزهري رحمه الله عجبا للناس تركوا الاعتكاف ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ هاجر إلى المدينة ولذلك أيها الإخوة الصائمون إذا تيسر لك أن تعتكف ولو وقتا يسيرا ففعل والسنة في الاعتكاف أن يعتكف العشر الأواخر فيدخل إلى المسجد قبل غروب الشمس في يوم العشرين التي هي ليلة الواحد والعشرين قبل أن تغرب الشمس يؤذن المؤذن وأنت في المسجد حتى تكون أصبت الليلة من أولها ثم لا يخرج منه إلا عند انتهاء رمضان إذا أعلن هلال رمضان إذا أذن للمغرب من آخر يوم من أيام رمضان وجاء في أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الفجر بعدما يصلي العيد لكن إن خرج في أوف خرج مع المغرب أو خرج بعد صلاة العيد فلا بأس ولا بأس أن يعتكف يوما أو يعتكف ليلة فلو أنك صليت المغرب جئت قبيل أذان المغرب حتى تصيب غروب الشمس وأنت في المسجد فتكون أدركت الليلة كاملة فتقعد في المسجد إلى أذان الفجر فأنت قد اعتكفت ليلة ولك أجر وإن اعتكف يوما فقع فجاء إلى المسجد قبل أن يؤذن الفجر وقعد فيه وقرأ القرآن ونام ما تيسر له ثم تعبد إلى أذان المغرب فأنت اعتكفت يوما فلك فضل وقد ذكر آهل العلم أن الاعتكاف ينبغي أن يكون إما يوما أو أن يكون ليلة لكن ذكر بعضهم ومنهم سماحة شيخنا بن باز رحمه الله وغيره أنه لا بأس أن يعتكف أقل من ذلك فلو أنك أيها الأخ الكريم صليت التراويح مع الإمام ثم نويت الاعتكاف إلى صلاة القيام وبقيت في المسجد تتلو القرآن ساعتين أو ثلاث إلى صلاة القيام فهذا اعتكاف ولو صليت المغرب في المسجد وقعدت إلى أذان العشاء ونهاية صلاة التراويح فهذا اعتكاف ولو صليت العصرة ونويت أن تبقى إلى المغرب اعتكافا فهذا اعتكاف فالاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه فالله الله أيها الإخوة الكرام بالاجتهاد فإن لله تعالى في كل ليلة عتقاء من النار وخلال هذه العشر يعتق الغني الكريم سبحانه وتعالى صاحب الفضل والإحسان ينظر إلى عباده فيرى عبادتهم وتقربهم وبكاءهم بين يديه ورغبتهم فيما عنده وتأميلهم لفضله فيعتق الله تعالى رقابا من النار نسأل الله تعالى ليشملنا برحمته ونحيطنا بمغفرته اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعل موعدنا بحبوحة جنانك وعنمنا بفضلك وإحسانك قولوا ما تسمعون واستغفر الله الجي العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفره وتوب إليه إنه والغفور الرحيم وقد كنا في السابق إذا تكلمنا في خطبة الجمعة عن الاعتكاف نقول ولا ينبغي للمعتكفي أن ينشغل بالحديث مع المعتكفين ولا كثرة السواليف معهم وإذا بالحياة تتطور ويصبح من يتحدث معه لصيقا معه في جيبه فهو يترك الحديث مع المعتكفين لكنه ينشغل بجواله فيمضي عليه النصف ساعة والساعة وهو على هذا الجوال يدخل وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة والمصحف مغلق بجانبه ولو أنه تخلص من هذا تخلص منه إما بحذف المجموعات التي تشغله أو بحذف وسائل التواصل الاجتماعي التي هي غير مهمة بالنسلة إليه خلال هذه العشر ثم يعيدها إذا خرج ويكون هاتفه فقط لتلقي الاتصال من أهله وما شابه ذلك لو أن الإنسان جزم مع نفسه بهذا جزم مع نفسه بهذا وأصبح وقته منصرفا للدعاء والاستغفاء والتسبيح والتحميد والتهليل وتلاوة القرآن وبدل أن يضيع منه الربع ساعة والنصف ساعة والأكثر يوميا في النظر إلى هذا الجوال أصبحت كل هذه الأوقات مسخرة للدعاء والعبادة فهو حري أن يكون ممن يغفر له مع آخر رمضان فالله الله لمن اعتكف أن لا يصرف وقته إلا في القربة والعبادة فإن الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه وينبغي على المعتكف أن يعتني بنظافته ويعتني برائحته فلا يعني أنك اعتكفت أن تبقى برائحة عرقك أو تبقى بثياب غير نظيفة وغير مرتبة كلا بل المعتكف يتنظف ويغتسر ويتطيب ويلبس من أحسن ثيابه كأنه يحتفل في كل ليلة خذوا زينتكم عند كل مسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله جميل يحب الجمال فالمرء المعتكف أيضا يهتم بمثل ذلك أسأل الله تعالى أن يختم لنا هذا الشهر بالرضوان والعتك من النيران وأن يجعلنا الله تعالى فيه من المقبولين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم اختم لنا هذا الشهر بالرضوانك والعتك من نيرانك واجعل موعدنا جنانك وعمنا بفضلك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم صيامهم وأثبتهم على قيامهم يا حي يا قيوم اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم انزل أمنك وأمانك على أهلنا في اليمن اللهم وانصر جنودنا على الحدود يا رب العالمين كلهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا اللهم كل أهلنا في بلاد الشام اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم رد كيد الكائدين عنهم وكل أهلنا في فلسطين وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم وفق لي أمرنا ولي عهده لما تحب وترضى وخذ بناصيتهما للبر والتقوى اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين